ثلاث سنوات وهذه الرابعة تناسلت فيها حرب التحالف في اليمن حروبا كثيرة أخطرها تلك التي يخوضها التحالف ذاته ضد حكومة يقول للعالم إنه تدخل لإنقاذها وإذا كانت الحرب الرئيسية التي يخوضها التحالف ضد ميليشيا الحوثي تبدو الآن حربا فاشلة مع انتقال السعودية إلى مرحلة عد الصواريخ التي تتساقط على مدنها فإن النجاح الأكبر الذي حققه التحالف في اليمن كان حربه ضد حكومة عجزة وبلا حيلة حرب كانت معظم فصولها ذات بعد اقتصادي منعت الحكومة من تحقيق أي تقدم على صعيد إعادة الحياة إلى المناطق المحررة ومعالجة أوضاع المتضررين من الحرب تمت السيطرة على الموانئ الواقعة على طول السواحل اليمنية على البحرين العربي والأحمر باستثناء ميناء الحديدة منعت الحكومة من إدارة هذه الموانئ ولم يعد تشغيلها وأصبح أكبر موانئ البلد في عدن خارج جغرافيا الشرعية وثقبا أسود لا يعرف أحد عنه شيئا لم يتوقف الأمر عند هذا الحد فالنفط الذي يعد المورد الرئيسي لموازنة الحكومة بقي خارج الحسابات بسبب منع التحالف كل محاولات الحكومة إعادة تشغيل هذا القطاع الحيوي أو حتى بيع المخزون منه والنتيجة حكومة عاجزة عن دفع مرتبات أعضائها ناهيك عن الوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها الذين وعدتهم بصرف مرتباتهم فور استعادتها لبنك البلاد المركزي وتلك حكاية أخرى أفرغت ميليشي الحوثي البنك المركزي قبل أن تقوم الحكومة بنقله إلى عدن على أمل استعادة دوره ومنع الاقتصاد من كارثة الانهيار الكلي لكن ذلك البنك ضاع ضمن أشياء كثيرة ضاعت في عدن أعلنت السعودية لأكثر من مرة عن دعمها البنك بثلاثة مليارات دولار وعوضا عن أن تصل تلك المليارات للخزينة لدعم الاقتصاد المتهاوي بفعل ضربات الحرب قامت قيادة التحالف في عدن بمنع دخول الأموال المطبوعة التابعة للحكومة ليبقى مئات الآلاث من الموظفين بلا رواتب لأكثر من عام في أواخر يناير الماضي أسدل الستار على الفصل الأخير من مهمة دعم الشرعية في اليمن ليلتها كانت مليشيات يدعمها التحالف تقف على بوابات مقر الحكومة استعدادا لاقتحامه وطرد الحكومة بشكل نهائي من عدن قبل أن يتدخل التحالف مرتديا لباس الحكم هذه المرة ليجد رئيس الحكومة نفسه بعد أيام في العاصمة السعودية مصرحا بأنه لا ينتوي العودة إلى عاصمة المؤقتة لعدم رغبته في خوض حرب مع المليشيات التي يدعمها التحالف وهنا تبلغ الحكاية منتهاها قبل أن يعود الجميع للبحث عن مهمة التحالف الحقيقية في اليمن بعد ثلاثة عوام من انطلاق عملياته التي كانت يومها تحت شعار دعم الشرعية